من منا لا يعرف الصناتور الجمهوري الأمريكي لينت سيجرهام وعذاءه الشديد للمملكة العربية السعودية وتصريحاته الخطيرة في حق السعودية والأمير محمد بن سلمان قبل بضعة أشهر بل وفي السنوات القليلة الماضية هذا الصناتور الأمريكي تحول من ذئب شئس إلى حمل وذيع يشكر المملكة العربية السعودية بل ويثني على الأمير محمد بن سلمان ومشاريع الأمير محمد بن سلمان وأيضا تحول المملكة العربية السعودية إيجابيا الصناتور الأمريكي والذي بعد وقت قصير من اغتيال خاشقجي أرسل رسالة قوية للصحفيين في الثاني عشر من أكتوبر من عام 2018 حيث تصعدت التكهنات بأن أوامر القتل جاءت من مستويات علية في الدوان الملكي وقال جرهام للصحفيين في ذلك الوقت سيكون هناك تسونامي من الحزبين ضد السعودية هنا إذا فعلوا ذلك حقا جرهام والذي وعد السعودية بتسونامي من الولايات المتحدة وبعدها في 2018 قال لا تعتقد أن الكونغرس سيصرف النظر إذا كان محمد بن سلمان يجعل العالم مكانا أكثر خطورا لن نسمح لزعيم استبدادي بالقيام بذلك على حد تعبيره وهو نفسه الذي قال في فابراير من عام 2021 بعد أن صدر تقرير استخباراتي رفعت عنه السرية قال إن الولايات المتحدة لن تقف ساكتة أمام هذا الأمر اليوم نفس الصيناتوري الأمريكي وبعد لقاء واحد مع الأمير محمد بن سلمان في المملكة العربية السعودية نفس الصيناتوري يعلق بالقول لقد أجرينا اجتماعا مثمرا للغاية مع ولي العهد الصعودي الأمير محمد بن سلمان وبذلك يخالف جميع الانتقاذات التي كان يوجهها سابقا للأمير محمد والمملكة العربية السعودية بعد اغتيال الإعلامي جمال خاشقجي ولم يكتفي بهذا الأمر بل كتب كرهام على توتر أجريت للتو اجتماعا مثمرا وصريحا مع ولي العهد الصعودي وفريقه القيادية الفرصة لتعزيز العلاقات الأمريكية السعودية حقيقية والإصلاحات الجارية في السعودية حقيقية بنفس القدر وضف الصيناتور الجمهوري قائلا أتطلع للعمل مع الإدارة الأمريكية والجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا الارتقاء بالعلاقات الأمريكية السعودية إلى المستوى التالي الأمر الذي سيعود بنفع اقتصادي هائل على كل البلدين ويساهم بتحقيق الاستقرار المطلوب بشدة في هذه المنطقات المضطربة ولم يكتفي جرهام وهو أحد أكثر الصيناتورات عذاء للمملكة في السابق بذلك بل قال أعربت عن تقدير العميق للمملكة لشرائها ما قيمته 37 مليار دولار من طائرة بوينغ 787 المصنوعة في ولاية كارونيل الجانوبية لشركة الطيران السعودية الجديدة مثل هذه الاستثمارات في غاية الأهمية ليتحول بذلك أحد أكثر الصيناتورات الأمريكيين عذاء للمملكة العربية الصعودية إلى حمل وديع يشكر المملكة العربية الصعودية ويثني على التقدم والتغيير الواضح فيها بقيادة الأمير محمد بن سلمان لينضاف إلى باقي الصيناتورات الأمريكيين والمسؤولين في الإدارة الأمريكية الحالية والذين تغير موقفهم من المملكة العربية الصعودية والأمير القائد محمد بن سلمان وجه الرئيس الأمريكي الصابق دونالد ترامب الذي يعرفه بقربه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان انتقاذات لاذعة للرئيس الأمريكي جو بايدن خصوصا بعد واقعة المصافحة بقبضة اليد بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن ترامب الذي وصف السعوديين بالناس الرائحين انتقد بشدة سلوكية الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن في معاملة هؤلاء الناس الرائحين كما انتقد الرئيس الأمريكي الصابق دونالد ترامب سياسة الإدارة الحالية وقال إن الولايات المتحدة سوف تمر بأزمة شديدة بل إن أمريكا بنفسها في حالة خطر شديد بسبب احتمال فقدانية الدولار لمكانته العالمية وذلك لأسباب متعددة ومن بينها المملكة العربية السعودية فقد انتقد الرئيس الأمريكي الصابق دونالد ترامب السلام بقبضة اليد بين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وولي العادي السعودي الأمير محمد بن سلمان عندما زار بايدن المملكة قبل عدة أشهر وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز منتقدا سياسات بايدن انظر إلى السعودية انظر إلى ما حدث إنهم أناس رائعون وأرادوا مساعدتنا بكل الأشكال وتبع الرئيس الأمريكي الصابق بالقول لقد قام بايدن بالسلام على ولي العهد بقبضة اليد هل تعلم ما تعنيه قبضة اليد؟ تعني أنك لا تصفحني باليد لأن يدك قثرة إنها نية الرئيس الأمريكي إنها نية سيئة للغاية وأرضف ترامب قائلا هذا ما تعنيه قبضة اليد لكن لقد شعر السعوديون بالإهانة بعد ذلك أنت تفهم ذلك جيدا وتبع مقلدا بايدا لأريد مصفحتك فلنسلم على بعضنا بقبضة اليد حسب قول الرئيس الأمريكي كما تحدث الرئيس الأمريكي الصابق دونالد ترامب عن احتمال انهيار الدولار بصفته عملة عالمية مشيرا إلى دور المملكة العربية السعودية في ذلك وكيف أن ذلك سيبعد بلده عن مكانتها كقوة عظمى وقال ترامب في خطاب جماهري ألقاه الخميس بولاية فلوريدا إن الدولار الأمريكي يفقد مكانتها وهو ما يهدد قوة ومكانة الولايات المتحدة بين دول العالم وضاف عملتنا تنهار قريبا لن يكون الدولار هو العملة العالمية إنها هزيمة غير مسبوقة خلال 200 عام وهذا سيبعدنا عن مكانتنا كقوة عظمى ورأى ترامب الذي تشير أغلب التوقعات لعزمه على الترشح من جديد لرئاسة البلاد أن الولايات المتحدة تعاني حاليا من حالة فوضى تتمثل في انهيار الاقتصاد وارتفاع التضخم الذي أصبح خارجا عن السيطرة وقال إن هناك المزيد من الدول في العالم أصبحت تتخلى عن الدولار مقابل سلة عملتنا واستخدام ليوان في التبادلات التجارية واستخدمت دولة الإمارات خطوتها الأولى في هذا المجال قبل يومين بينما كانت السعودية سباقة في إبداء في اهتاحها على تسعيد جزء من نفتها بليوان الصيني بدلا من الدولار القوي ما أثار قلق وسائل إعلامنا أمريكية من بداية انهيار عصر الدولار وسبقا حضرت المستشار الأمريكي السابق لوزير الخزانة مونيكا كرولي من أنه إذا قرر الدول أوبك مثل السعودية بيعا نفت بعملات أخرى فهذا سيعني انهيار النظام الاقتصادي الأمريكي وستكون كارثة كبرى وكانت ترامب قد عاد بعد مثولها أمام المحكمة على الفور إلى فلوريدا وقامت جمعا مع أنصره في منتج عمار الأغو الخاص به وقال في كلمته الجريمة الوحيدة التي ارتكبها هي الدفاع بلا خوف عن أمتنا من أولئك الذين يسعون إلى تدميرها ومثل ترامب محكمة بنيويورك حيث دفع ببراءته ضد التهم الأربعة وثلاثين المرتبطة بالتحقيق بقضية مدفوعة الأموال لممثلة الأفلام الإباحية مقابل اتزامها الصمت عام 2016